السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس سابق رأيناكم اهمية استخدام البور شيل لعمل جنريت للسسيتش. ورأينا ما هو معنى الاسسيتش وهو السكيور شيل. وهو الطريقة التي نستخدمها للشبك على السيرفر. وفي حالة استخدامنا للسسيتش فانه يجبنا معرفة اهمية استخدام الكي ولماذا نريد ان نستخدمه. تمام? على سبيل المثال اذا فرضنا ان هذا هو احمد ناصر. اوكي هذا هو احمد ناصر. يريد ان نتصل بالسيرفر وفرضنا ان السيرفر هو عبارة عن سيرفر غريم باكيند. فلدينا الهو غريم باكيند ولدينا الكلايند اللي هو احمد ناصر. الاحمد ناصر عندما يريد ان يشبك على السيرفر فاننا نشبك عن طريق الاسسيتش. في داخل الاسسيتش نحتاج الى مفتاحين. مفتاح يسمى بابلك بابلك كي ومفتاح يسمى برايفت برايفت كي. فالبابلك كي هو مفتاح او كي يكون موجود على التاركت ويكون موجودا ايضا على الكلايند. اما البرايفت فهو يكون مفتاح موجود فقط على الكلايند. فالبرايفت كي مهم جدا في الكلايند. والبابلك كي يستخدم من قبل الكلايند اللي هو احمد على المثال ومنقبل السيرفر او الحدف. قد يكون السيرفر هو عبارة عن اه VPS او virtual private server. او قد يكون السيرفر هو عبارة عن اه اهو جيت هاب مثلا. فا الget هاب يستخدم ايه ايه bias استخدم ايه 占 vi BEI es يستخدم is here's public key والجيت ويسبق اخر يمكنه ان يستخدم ايه بابلي كي هي ممكن ان يكون بي بي اس يشبك على في بي اس اخر. يعني يمكن بكون V與 비 اس يشبك على بي بي اس اخر. فالV بي اس الاول يكون الثاني ولقي دي بي اس الثاني يكون تارجت. فهنا يستخدم بابلي كيه, هنا يستخدم ايضا بابلي كيه. لكن في ال stunning نستخدم private key لكن على السيرفر لا نستخدم private key. فضروري جداً أن تكون تعرف ما هو public key عندما يتحدث عن التارجت يجب أن يعرف التارجت public key لكي يتصل عليه. فهنا في داخل بيئة عمل ويندوز أو بيئة عمل ماك تستخدم الأمر ssh شحطة keygen وهذا keygen يستخدم لعمل خلق public key. طبعاً public والprivate key اللي هو ssh key. فبالعادة بيكون موجود في داخل c user اسم المستخدم خاص فيك بعدين ssh فبدك تروح هذا الباث فإمكانك الذهاب إلى هذا الباث عن طريق نسخ هذا الرابط من هنا والذهاب إلى مستعرض هنا عندك وضغط enter طبعاً لم يفتح معي نفتح نضب إلى ال ssh طلعنا ما في عندي فود درحلين أو ما في عندي ملف اسمه ssh فجميل جداً هلأ إذا بتكبس أنت راح أنت تعمل key إذا عندك github أحياناً بيكون هذا الباث مستخدم في يفضل إن احنا ما نستخدم هذا الباث نستخدم آآ 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 جديد فاللي راح عمله آآ 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 آ� الشهب.فتروح فورش لاش.س اس اس اي تلاحظ المش موجود هضا الباث فخلينا نعمل الباث هضا عن طريق انحنا نكبس اه اه لي هو انتر the file نكبس انتر بعدين اه اه نعمل اه كي فيز هي عباره عن مفتاح السري او الكي المفتاح او كلمة المرور لا 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 القي فهي اختيارة ممكن تحطها وممكن ما تحطها. احنا مش راح نحطها لانه راح نكتفي بالSSH key. فالان بعد ما عملنا الkey راح عمل key في داخل البيئة الموجودة عندنا هنا. .SSH. وفي عندي مفتاحين. في واحد اسمه ID واحد اسمه public. هذا الprivate key هذا ال public key. هلا هاي الطريقة احنا عملنا الprivate key. هلا الطريقة الثانية انه بدكش تعمل هذا الkey بدك تعمله في مكان اخر. فميعمل .SSH يعني ممكن ان ننسخنح هاي المنطقة ننسخها. نيجى نحكي بدك اعمل folder الجديد اسميه مثلا آآ get mygepd server. فبدك اعمل key جوه هذا ال élbeith. فببسطة جدا باجي هنا بعمل. آآ ssh keytrl generate. بعدين بعثيه location اللي انا بدي اعمل key فيها وبكبس انتر. بحكي لي yas. فاعمله yes. enter key phrase بدخيلها في فاضية. بكبس انتر كما مرة اعملت كي جديد في اه الفرض يعمل لي كي جديد في اللوكيشن اللي احنا اخترناها. ففيه بحكي لي هنا انت عملت كي جديد بس العملية فشلت لانه اه اه الفايل اكزيست الفايل اكزيست فبدنا نضطر شو نعمل نحذف نحذف الفايل الكين موجود ونعمل كماند كمان مرة بعطيه الباث لهو سي يوزر اسسسيتش ماي سيرفر بعطيه انتر بعطيه انتر وهيك عملت كي جديد سميته ماي سيرفر ففي هاي الحالة تأكي انك تعمل يعني وفك هاي الخطوات انك تعمل كي خاص فيك اه بهاي الطريقة الاكثر من رائعة فالكي هذا بتستخدمه لاحقا عند عملية انشاء السيرفر او ضبط السيرفر عن طريق الاسسيتش فنحتفظ دائما في هذا الكي بنعمله قص وبعدين اه من نضعه في مكان اامل مثلا يفضل انك اذا عندك تشتري مشاريع لزبائن تروح مثلا على البروجيكت الخاص بالمشروع الزبون وتحفظ هذا الاسسيتش كي في اه فولدر خاص سميه اسسيتش وتحفظ هذا الكي لو في هاي الحالة راح يكون اسمه بابلك كي عندنا ففي هاي الحالة انت عملت بابلك كي كل سهولة واريحية وشوفنا كيف نتعامل معه اه في داخل بيئة ويندوز نفس الشي على الماك طريقة سهلة جدا و اه ليست صعبة فهذه الخطوة الاولى اه الخطوة الثانية راح ورجيكم كيف نشبك على السيرفر عن طريق المفتاح الاسسيتش كي اللي عملنا اه وخزنا عندنا هنا على الجهاز شوفكم في الدرس التالي ترجمة نانسي قنقر